السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أبناء طلاب الصف الخامس الابتدائي مع مادة التربية الإسلامية المجال الأول القرآن الكريم ودرس تفسير بعنوان عاقبة المطففين فمع الجزء الثاني هيا بنا إلى أهداف هذا الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يفسر الآيات من سورة المطففين من الآية الأولى إلى الآية السادسة تفسيرا صحيحا وأن يستنبط ما يستفاد من الآيات من الآية الأولى إلى الآية السادسة ومع التهيئة وهي مراجعة لمعاني المفردات للآيات التي مرت معنا من صورة المطففين من الآية الأولى إلى الآية السادسة والسؤال يقول صل بين الكلمة والمناسب لها صل بين الكلمة والمناسب لها فكر معي كلمة ويل يا ترى ما معنى كلمة ويل وقد مرت معنا في الدرس الماضي أحسنت نعم كلمة ويل معناها هلاق ودمار للمطففين ما معنى كلمة للمطففين أي للمقصين الكيل والميزان الذين إذا اكتالوا نعم كالوا لأنفسهم معنى كلمة كالوهم أو وزنوهم معناها كالوا أو وزنوا لغيرهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ما معنى كلمة مبعوثون نعم إحياء الناس وحسابهم بعد الموت والآن مع الهدف الأول أن يفسر الآيات من سورة المطففين من الآية الأولى إلى الآية السادسة تفسيرا صحيحا السؤال أمامك يقول قال الله تعالى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون من خلال الآيات أجب على الأسئلة التي أمامك من يتوعد الله تعالى في هذه الآيات ويل للمطففين إذن الويل في الآية لمن هذا السؤال من يتوعد الله تعالى في هذه الآيات أحسنت بارك الله فيك نعم يتوعد الله عز وجل المطففين وهم أهل الطمع لأنهم يأخذون لأنفسهم بزيادة وينقصون للناس حقوقهم السؤال الثاني لماذا يتوعدهم الله تعالى من سيجيب نعم لأنهم إذا كان لهم حق أخذوه كاملا وإذا كان عليهم حق أعطوه ناقصا بماذا توعدهم الله تعالى هؤلاء بماذا توعدهم الله نعم توعدهم بالهلاك والعذاب يوم القيامة السؤال يقول افتح مع الكتاب بارك الله فيك صفحة 90 يقول السؤال علل أي أذكر السبب توعد الله تعالى المطففين بالعذاب يوم القيامة من من سيفكر في الإجابة لماذا توعد الله عز وجل المطففين بالعذاب يوم القيامة ما السبب ما الفعل السيء الذي فعلوه حتى يتوعدهم الله عز وجل بالعذاب يوم القيامة نعم لأنهم يأخذون حقهم وزيادة وينقصون حقوق غيرهم وأيضا لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل نعوذ بالله من صفة التطفيف في قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فكر معي في شرح هذه الآية ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وهنا في هذه الآية إنكار من الله عز وجل ينكر الله عز وجل على المطففين عملهم بسؤال معروف الجواب وهو أن يقول لهم ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله الذي يعلم الصرائر والضمائر باعثهم ومحاسبهم على أعمالهم أما يخاف أولئك من الوقوف للحساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أي أنهم سوف يحاسبون يوم القيامة وفي قوله تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما دلالة الآية أمامك على أي شيء تدل هذه الآية ليوم عظيم أي ليوم نعم يوم يقوم الناس بين يدي الله في يوم عظيم الهول يوم شديد يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات وبرز لله الواحد القهار يوم يقوم الناس لرب العالمين أن يخضعون فيه لله رب العالمين وعندما يخضعون الله عز وجل يكون في ذلك اليوم الحساب فيحاسبهم على جميع أعمالهم بما فيها ما اقترفوه من تطفيف وإخصار للميزان أو للموازين إذن يوم القيامة يوم عظيم يخضع فيه الناس لرب العالمين ويحاسبهم على أعمالهم وعما اقترفوه من حرام ومن أفعال تغضب الله عز وجل لذلك القيمة التربوية على المسلم لكي يخاف من الله عز وجل أن يكون أمينا أمينا في أقواله أمينا في وزنه أمينا في معاملاته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين افتح الكتاب المدرسي صفح السبعة وثمانين لنفكر في إجابة النشاط الإثرائي فكر مع زميلك ذكر الله تعالى في نزول القرآن الكريم أقواما سابقين كانوا يطففون الكيل والميزان بالاشتراك مع زميلك ارجع إلى مركز مصادر التعلم وابحث عن القوم الذين ذكرهم الله تعالى بهذا الذنب ومن النبي الذي أرسل إليهم للإجابة على هذا السؤال بالرجوع إلى مصادر التعلم ستجد أن هناك كتبا كثيرة تتحدث عنها أولاء القوم الذين يطففون في الكيل والميزان ومن أشهر هذه الكتب كتاب قصص الأنبياء للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الذي هو أمامك الآن وستجد أن القوم الذين ذكرهم الله بهذا الذنب هم قوم مدين واسم النبي المرسل إليهم نبي الله شعيب عليه السلام وهدفنا الثاني يستنبط ما يستفاد من الآيات من الآية الأولى إلى الآية السادسة من الدروس المستفادة من الآيات انظر في قولي تعالى ويل المطففين ماذا يستفيد المسلم من هذه الآية نعم أحسن نستفيد الوعيد الشديد من الله تعالى لمن ينقص الكيل والميزان في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذه الآية تتكلم عن التطفيف ها ماذا نقول التطفيف هو غش في الميزان وتضيع لحقوق الناس وإذا تكلمنا عن التطفيف هل يجعل الثقة تزيد بين الرجل وبين من يشتري كيف يكون الحب والعداوة والبغضاء لهذا الرجل كيف يكون أثرها في المجتمع كيف يكون أثر التطفيف في المجتمع انظر لهذه الفائدة التطفيف سبب لفقدان الثقة والشيوع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع أوقف الفيديو وحاول أن تجيب بنفسك على هذا السؤال بعد أن تفتح الكتاب على صفحة 90 عدد فائدتين مما يستفاد من الآيات الوعيد الشديد من الله تعالى لمن ينقص الكيلة والميزان وأيضا أذكرك بكلمة التطفيف نعم التطفيف غش في الميزان وتضيع لحقوق الناس السؤال الآن نختم به درسنا الغلق الختامي للدرس افتح معي صفحة 89 السؤال خامسا يقول أي من هذه الأعمال يعد من التطفيف ضع علامة صح للتطفيف وعلامة خطأ لغير التطفيف أي في هذا السؤال إذا رأيت العمل يعتبر تطفيف وهو حرام ضع علامة صح أي أنك تعرف أن هذا العمل تطفيف وإذا كان هذا العمل ليس تطفيفا فعليك أن تضع علامة خطأ أي أن هذا الفعل ليس تطفيف وهو عمل صحيح نأتي إلى النقطة الأولى موظف يخرج من العمل قبل نهاية الدوام بدون عذر مثلا موظف دوامه من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر فهو يخرج بعد أن يأتي إلى وظيفته الساعة السابعة ويخرج الساعة العاشرة مثلا أو التاسعة وعليه أعمال أن يقوم بها دون عذر نعم هذا الفعل نضع عليه علامة صح أي أن هذا الفعل تطفيف وليس معنى علامة صح أن فعله صحيح بل فعله خطأ كذلك طالب يساعد زميله في الامتحان وينقل إليه الإجابة أي يغششه هذا تطفيف لأنه يعطيه تعبه وجهده ويجعل درجاته ترتفع وهو لم يتعب فيها فهذا تطفيف الغش تطفيف علامة صح تدل على أن هذا الفعل تطفيف وحرام شخص يتعدى الدور في معاملة ليقف في الأول قد أتى متأخرا وهناك من أتى أمامه عشر من الأفراد فيأتي هو يتخط الدور ليقف في الأول ولا يحترم من أتى قبله هذا أيضا يعتبر فعله تطفيف أي أن هذا الفعل حرام لابد أن لا يفعله شخص آخر يقف على الإشارة الحمراء ولا يتعداها يحترم إشارات المرور فهذا نضع عليه علامة خطأ أي بمعنى أنه ليس تطفيف وليس معنى ذلك أن فعله خطأ فعله صحيح وهو ليس تطفيف أشكر أشكركم على حسن استماعكم إلى اللقاء مع الجزء الثاني من درس عاقبة المطففين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته